موسيقى لو رسمنا علاقة بيانية بين درجة الحرارة ونمو البكتيريا نقدر نحصل على الأوبتمام تيمبريتشر وهي درجة الحرارة اللي عندها البكتيريا بتعطي أفضل نمو وأكبر عدد من المستعمرات الأوبتمام تيمبريتشر تختلف من نوع بكتيريا إلى نوع آخر في أنواع من البكتيريا بتعطي أفضل نمو في درجات الحرارة المنخفضة أقل من 20 درجة مقوية وليكن 5 درجة مقوية 10 درجة مقوية لحيات دي 20 درجة مقوية والنوع ده من البكتيريا يطلق علي السايكوتروفيك بكتيريا البكتيريا اللي بتقدر تعيش في درجات الحرارة المنخفضة أما لو البكتيريا أعطت أفضل نمو عند درجات الحرارة من 25 إلى 40 درجة مقوية النوع ده من البكتيريا يسمى بالميزوفيليك بكتيريا والنوع ده المفضل لأغلب أنواع البكتيريا خصوصا البكتيريا النورمال فلورا والممرضة للإنسان وتعطي أفضل نمو عند 37 درجة مئوية كما يوجد أنواع البكتيريا اللي بتقدر تستحمل درجات الحرارة العالية جدا من 55 درجة مئوية ل 80 درجة مئوية وتسمى بالسيرموفيليك بكتيريا النوع الأخير من أنواع البكتيريا اللي بتتقسم من حيث درجة الحرارة وهي الهايبر سيرموفيليك بكتيريا وده النوع الجبار اللي بيحتوي على سبورس وعوامل بتساعدها على إنها تستحمل درجات الحرارة العالية جدا وتعطي أفضل نمو عند 85 درجة مئوية وتقدر تنمو بين درجات الحرارة من 65 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية علشان كده قلت عن النوع ده النوع الجبار لإنه بيستحمل درجات الحرارة العالية جدا جدا طب إزاي نقدر نحصل على الأبتمام تمبرتشر لأي أورجانيزم إحنا عايزينه بنجيب الأورجانيزم ده ونبدأ نزرعه ونبدأ نعمل منه كذا طبق مختلف بنحضن للطباق المختلفة دي في درجات حرارة مختلفة الطباق اللي هيطلع لي أكبر عد بكتيري هو ده أفضل درجة حرارة نمت عليه البكتيريا وتعتبر دي الأوبتمام تمبرتشر للأورجانيزم الصورة دي لخصت كل الشرح اللي فات عن درجات الحرارة الأوبتمام تمبرتشر لو ظهرت عند درجة الحرارة المخفضة تسمى بالسايكوفيليك بكتيريا أما الأوبتمام تمبرتشر لو ظهرت في درجات الحرارة المتوسطة تسمى بالميزوفيليك بكتيريا وفي درجات الحرارة العالية ثيرموفيليك بكتيريا أما في دراجات الحرارة عالية جدا تسمى بالهايبر ثيرموفيليك بكتيريا